اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل بقينا نسمع في الفترة الاخيرة عن مرض اسمه الهلع العصبي ده بيكون نياتك زي ما اسمعنا عن توطر اجهاد عصبي بيكون كمان ليه اعراض كتيرة زي الشعور بالاختناق والدوخة وممكن يوصل في بعض الاحيان للاكتئاب ازاي نتجنب الاصابة بهذا المرض ازاي نخفف من حالة التوتر في المواقف الصعبة ده اللي هنعرفه من الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية دكتور صباح الخير صباح الخير عليكم دايما يا رب يا اهلا بحضرتكم صباحك جميل اهلا بيك دكتور وليد صباحك من غير هلع جديد الهلع العصبي ده لا هو قديم بس دايما احنا يعني ما بنحطش سبط على الحاجة غير لما يبقى فيها حدث او حد زاد حيثية او بيمسل حاجة في وجداننا يصب بيها فنبدأ نهتم بيها ولكن هو موجود من زمان يمكن حتى يمكن قبل الهوى حضرتك قلت هو اسم يخض اه طبعا هو الاسم يخض بس انا اعتقد احنا كمصريين ما بتفرقش معانا اسماء بدليل اللي احنا كنا في الكورونا بعد ما جدت وقل الناس كلها كانت بتموت منها احنا عملناها الكيك وعملناها حاجات جميلة كده وعاد من نلعب بيها لو انت فاكر يعني نصبت فاكر طبعا واغاني كمان بالزبط فالمصريين ده في العصر الحديثة ما بتفرقش معهم اسماء الاول كما ممكن يتخضوا يعني عادنا فترة مسلا في الكنسر يقولك فلان ده جالوا المرض الوحش ما حدش يقول سرطان بالوقت خلاص الناس كلها بقى السرطان موجود وبيتعيشوا معا وبيتعاملوا عادي ما فيش ادنى مشكلة يعني فهو مش جديد ولكن ظهوره على الساحة هو اللي جديد لان حضرتك حتى لما تشوف احصائيا تلاقيه بينتاب 3% من سكان اي مجتمع يعني لو احنا في مصر 100 مليون اتليست هتلاقي 3 مليون عندهم هلاء عصبي ده في مجتمعات بيتفوق فيها كمان يعني كان فيه دراسة في بريطانيا بيقولوا ان اللي يصيب بالهلاء العصبي عندهم في انجلترا 13% تخيل؟ ده رقم كبير يا دكتور اه رقم كبير جدا طبعا طبعا انما الحمد لله ان احنا في مصر يعني الدنيا ايه ماشية شوية لان الشعب المصري بطبيعته عنده سوشيال اكشن او تكيف اجتماعي مع اي ظروف بتنتابه اتجوز طلق سافر اشتغل ما اشتغلش جمع فلوس فلس غير مكانه الدنيا ماشية معا بي بقى سريع التكيف مع المتغيرات وبالتالي مش بيصاب بيه عدد كبير من المصريين طبعا نبتدي الحكاية من اولها يعني ايه اصلا هلاء عصبي هو اسم يخد لكن احنا مش عافين ان هو اصلا تفاصيله ايه هو احد اشكال القلق العام يعني هو اضطراب من ضمن اضطرابات الهلاء العام او القلق العام ولكن مشكلته فين بقى مشكلته ان هو مختلط اعراضه مع امراض نفسية تانية كتير جدا علشان كده حتى المتخصصين ساعات ما يعرفوش ان ده عنده هلاء عصبي لان اعراضه دايما جسدية يعني اعراض جسدية نمرة واحد نمرة اتنين بتتشابك اعراضه مع الايدكت مثلا او اللي بياخد مخدرات مع اللي عنده زهان هوس اكتئابي وهكذا فبالتالي بيبقى فيه مشكلة في تشخيصه ولكن الاعراض الجسدية دي اللي بيالتبس فيها الامر عند الناس يعني ممكن واحد مثلا يستشعر ان عنده زبحة صدرية وعنده نغز في قلبه وتعبان وتنميل في صدره وعضرة الصدر فيها انقباض فيقولك انا عندي القلب فيروح دكتور القلب يعمل له اشعة ويعمل له تحاليل ويعمل له تنويم في المستشفى كمان يومين ثلاثة وفي الاخرى ما يلاقيش عنده القلب وهنا عنده هلاء عصبي فبيلتبس الامر وفق الاعراض بتاعته زي ما حضرتك قلت برضو الخفقان ان يبدو ينهج سرعة ضربات القلب ما يقدرش يبلع ريقه يحس ان هو بيموت يعني مش مجرد اعراض جسدية متعلقة بالرعشة وان رجليه مش قادرة تشيله وان جسمه كله بقى فيه برود في الاطراف وحس ان يقيده سقعة ده كمان الشعور المعناوي ان حس ان هو بيموت انه في مرحلة الاحتضار انه ما فيش حد قادر يغيته بتبقى العملية صعبة جدا على النفس والاسوأ ان بيترتب عليها اعراض اجتماعية يعني ايه اعراض اجتماعية بقى اللي بيحصل له ده بيخاف يقعد يتعامل مع الناس اللي يحصل له موقف زي ده فيشارق ليه ببعض الصفات الغير مرغوبة او يكون منبوز اجتماعيا او تلاحقه نظرات الاخرين فيبقى عنده عزلة اجتماعية بيخاف ان هو يخود غمار تجارب اجتماعية محدش يلحق فيها فنلاقيه مثلا ما بيركبش مراكب بواخر ما بيستفرش بالطيران يخاف ينزل في الانفاء يخاف ينزل في الاماكن المزدحمة يجي يقولك انا ممكن بتجيلي نوبة الهلع والناس مش هتعرف تساعدني فبيبقى فيه اعراض في الاحجام الاجتماعي بيترتب عليها هو اصلا بيبقى خايف ولا ايه اللي بيحصل يعني الهلع ده بيجي ازاي حاجة بتخده حاجة بتؤثر عليه ضغط عصبي تنشن يعني مش عارفة يعني ايه اللي ممكن ولا هو بيبقى شخص قلوق مثلا بطبعه يعني بتتعامل ازاي هو مفيش سبب مباشر للهلع العصبي ولكن فيه مجموعة اسباب ممكن بتكون احداها ملمس مع واحد مش ملمس مع التاني فبيجيول الهلع العصبي زي الوراصة مثلا على سبيل المثال يعني دايما الهلع العصبي ده فيه جزء منه وراسي الامراضة النفسية اللي الناس ما تعرفوش فيه جزء منها وراسي يعني انا ساعات تجيلي مثلا حالة طفل عنده وسواس قهري كل اعرض الوسواس القهري انما انا عشان اشخص وسواس قهري اسأل مين الام عندها الاب الخالة العم بنت الخال اخته الكبيرة لو لقيت اربع افراد في الاسرة عندهم وسواس قهري حعرف ان الولد ده عنده وسواس قهري وراسي لان فيه جزء وراسي الهلع العصبي نفس القياس لازم تلاقي حد في العيلة جاي من فوق عنده مشاكل وبيجيله الهلع العصبي فقد يكون العمل الوراصي اه طبعا قد يكون العمل الوراصي قد يكون الضغط عليه فألمات التنشاء الاجتماعية فيه ضرب فيه اهانة فيه تحقير فيه نعت ببعض الصفات الغير المرغوبة زيه مثلا انت غبي انت بتفهمش انت فاشل احنا بنسميها التحطيم المعناوي فاللي عنده التحطيم المعناوي ده سهل جدا يجيه له هلع عصبي التعرض للخبرات المؤلمة الزواج المبكر التحرشات الجنسية الاعتداءات كل دي بتخلي الانسان لما يجبر يبقى مهيأ ان يبقى عنده نوع من الهلع العصبي تغيير ظروف الحياة يعني واحدة متجوزة واعدة ومستمتعة بحياتها وبأولادها جزة توفى على حين وغفلاتهم من اهليها مثلا يعني جزة خانها فجت لها صدمة عصبية فوجهته فحصل طلاق فيبتدي يجيه لها بعد كده الهلع العصبي السدمات يعني اه يعني فيه ساعات عوامل مفجرة تبين وجود الهلع اللي موجودة عند الانسان واحد بقى ياخد مخدرات مثلا خلص جامعة او هو في الكلية ابتدي ياخد مخدرات فيبتدي يجيه لها نوع من الهلع العصبي كأحد الاعراض يعني هو ملوش سبب مباشر ولكن ليه مجموعة من النظريات المفسرة او العوامل اللي ممكن احدها لو لم يسمع حد يجيه لها الهلع العصبي عشان كده مهم جدا زي ما احنا كنا بنقول في الاول السوشيال اكشن بقى ان يبقى فيه تكيف مع الظروف يعني اللي بيسمعنا دوت لازم يتمتع بقدر من الصلابة النفسية ويبقى عنده مرونة نفسية ان مهما كان الضغوط اللي عليه سواء بقى في التنشاة الاجتماعية في الظروف الاجتماعية في جواز في طلاق في بطالة في تغيير لفرص العمل في الصفر للخارج في الوحدة كل دي امور لازم الواحد يخلي باله منها طيب دكتور في حالة ما اذا تم تشخيصه لانه في بعض الاحيان زي ما حتك قلتم ما بيتمش تشخيصه صحيح نقول لفظ الخوف بيلتبس عليهم الخوف من الهلع من الوسواس القهري من الاكتئاب في بعض الاحيان طيب دلوقتي هو تم تشخيصه بالفعل هو عنده هلع عصبي ازاي المحيطين بيتعاملوا معايا وهل الامر بيحتاج انه يروح فعلا لمتخصصين هو طبعا بص حسب نوبة الهلع يعني دايما نوبات الهلع بتيجي لها البسيطة من دقيقة لخمس دقايق وممكن تكون من عشر دقايق لها المتوسطة لعشرين دقيقة وفي نوبات الهلع ممكن تقعد ساعة وفي نوبات الهلع بتيجي اسبوعية ونوبات الهلع بتيجي يومية متكررة بيحصلوا فيها ايه بقى احنا بنشوف احنا المحطين زي محددك بتقول اب انا شايف قريب دوت الهلع ده بيجيلي كل الدقيه ولا هلع موسمي ليه هلع موسمي لان ساعات برضو الهلع بيكون من اسبابه الخبرات اللي احنا عشناها في حياتنا يعني تلاقي مثلا فصل الرضيع الورد طالع ومفتح شوفوا شوفوا بيرقص ويداري فتوفوا زي ما بتقول ساعات حسن وتلاقي واحد قاعد عنده هلع طب جاله الهلع من اين جاب فصل الربيع والده توفى حصلت له حدثة في شيء مؤلم اتعرض له فبالتالي بقى عنده ارتباط شرطي بين وجود الربيع وبين الصدعاء الخبرة المؤلمة فده بيجيله على فترات في مثلا الناس عندها اضطراب نفسي اسمه هيموفوبيا ايه الهيموفوبيا ده اللي هو الخف من الدم بيخاف من شكل الدم جرح هو صغير مام تجرت عليه صوتت وصراخت لان كان يعني شك الدبوس فيه ولا حاجة فبقى عنده هيموفوبيا احنا داخلين على العيد الاضحى فيلاقي نفسه بسرعة لا ايراضية لان فيه دبح للهادي فيبقى فيه دم كتير في الشوارع يلاقي نفسه الناس كلها فرحانة بالعيد وهو عشان عنده هيموفوبيا يبتدي يجيله اضطراب الهلع في الفترة بتاعت الاعياد اللي الناس كلها مبسوطة بيها ده على سبيل المثال عندنا متلازمة مهمة جدا اسمها متلازمة البلتو الابيض متلازمة البلتو الابيض دي او الويت كوت ساوند روم دي بتنتابل اطفال هم صغيرين يبقى عنده خوف من البلتو الابيض وكل المتعلق بيه اللي هو كتمنتو تهدده بالحقنة ان انت لو انت ما سمعتش الكلام او ما زاكرتش هروح للدكتور يخليه يديك حقنة او راح لدكتور لأول مرة يتعالج فاتعامل معاه بقصوة مش بلطف فبقى عنده شكل الدكتور وكل المتعلق بالاجراءات الطبية من مستشفيات وعيادات وسماعات وكل الاشكال تعمله فوبيا فيبقى هو انسان ماشي عادي يعدي جنب مستشفى يروح بالليل ممكن يجيله الهلع هو ما خافش منها وقتيا ده مش خوف مش الفوبيا انما مترصخة عنده في وجدانه فيبتدي يجيله الهلع بعد كده فترة كورونا والناس كلها قاعدة عندها وسواس من المرض وخوف من المرض وعمل تعمل كحوله وتغسل ايديه كل شوية وتلبس كمامات هو سايب كل ده وتلاقيه عنده الهلع العصبي ممكن يظهر عليه فأمتى انا اتدخل وانا جنبي منه لما اشوف الارتباط الشرطي ده قريب ولا بعيد يعني كل شوية بتجيله النوبة ولا على فترات متبعدة المهمة اوي لما تجيله ما انعتوش ببعض الصفات والوصمات يعني ما قولوش مالك ما تمسك نفسك هو في ايه يا ابني فأقلل منه لا ده المفروض ادعمه نفسيا ده محتاج هلمج محتاج المساعدة فأنا لازم اطمنه وفهمه ان انت عندك ده الهلع ده لازم نتعرف عليه ولازم اخليه يقرف الهلع لحتة مهمة او المريض بتاع الهلع العصبي لازم يكون مصقف ليه لازم يكون مصقف لان الاسف فيه ناس اللي هي بتتاجر بألام الشعب وألام الناس الغلابة ما بتصدق تلاقي حدث تشتغل عليه فأنا مؤخرا مثلا سمعت عن علاج الهلع العصبي بالرؤية الشرعية هتعالج ازاي الهلع العصبي ببعض الاعشاب الاعشاب ازاي هتعالج الهلع العصبي يعني دخلنا في بتاعة رد الحبيب وجلبه المطلقة وزواج العانس كمان زودوا عليها علاج الهلع العصبي فالمهم البيشم او المريض او اللي عنده ده لازم يعرف الصح فأنا بفهمه يعني ايه هلع عصبي بفهمه ان هو بيبقى حاجة وبتعدي وحاجة ملهاش اساس يعني هو عامل زي البلاغ الكاذب يعني حتى لو عنده بقالها سنين اه طبعا يتعالج منه يتعالج وسهل جد من علاجه على فكرة دعم البناء النفسي يعني تقويته تقديم دعم له ازاي يعني انا سوشيا اللي صبرت ليه لو فيه غزو معرفة ليه لعلاج المعرف السلوكي مهم جدا ان يعرف يعني ايه المرض دوت وايه اسبابه جلوا منين واوجهه ببعض السلوكيات البسيطة اللي انت لما تجيلك حالة الهلع ما تفكرش فيها ركز في اي حاجة حوالين منك احنا كنا لسه في تأدير قبل هوا الزمالك نكسب اسوان مبارح يعني لو انت قعد في بيتك وجالك نوبة هلع بص على التلفزيون بص على ضربة الجزاء تابع الاحداث هتلاقي نفسك سايب المؤثر اللي انت مش عارف جالك منين هل هو بيبقى في حالة نفسية او عقلية تسمح له ان هو يفصل نفسه او لا مستوعب ومدرك وشايف ان هو داخل لا انا بتكلم الشخص المصاب بنوبة الهلع هو بيبقى شايف نفسه او حاسس انه داخل على نوبة هلع فيبتدي نبتدي احنا لطريقة الدعم او طريقة السابورت اللي احنا هنقدمه له ان احنا نقوله ابتدي اصرف نفسك او اصرف تفكيرك في حاجة تانية او ابتدي اشغله او اتكلم معاه في حاجة او اوجيه لحاجة يدوية مثلا يعملها صلاة بقوله قبلها بعمله تحصين فكري قبل منها فمع تكرار المواقف بيعمل بما يسمى بالتدريب السلوكي او بالعلاج السلوكي من خلال التدريب ومع الوقت في حاجة اسمها حتى العلاج بالغمر يعني العلاج بالغمر ده ان انا بشوف هي بتنتبه ليه وامتى وفين ومتعلقة بايه فقربه من الحدث اللي هو بيستسيره وبينه وبينه ارتباط شرطي وبعد كده يبقى علاج بالغمر لما يبقى جنبه توتلي بيخفه تبقى الدنيا عنده كويسة مع طبعا بعض الاطباء بيكتبوا عقاقير متعلقة بالاكتئاب ممكن بتلقي بيصدالها على العلاج بتاع المرض هل ممكن الامر يتطور الى مرض عضوي مثلا هو كل اشكاله عضوية يعني المرض ده كل اشكاله عضوية وهو بصفة عامة المصريين والعرب بيميلوا الجزدانة المرض النفسي يعني دايما ان المرض النفسي عند المصريين والعرب بياخد اشكال عضوية فلما تيجي انت تعالج بالنحية العضوية ما بيخفش زي مسلا تسقط الشعر عند المرأة على سبيل المثال الحكة الجلدية نتلاقي نوبة الهرش والالتكارية بتبقى مش لاسباب جلدية ولكن لاسباب نفسية الترباط يعني ايه بس الوطر بيميلوا يعني ايه بيميلوا الى جسدانة المرض يعني ده بمزاجهم بصورة لا ايراضية بيلاقوا في الجسد متنفس للتعبير على الامهم النفسية لان الوعي بالمرض النفسي والتصريح به ده ثقافة ما كانتش موجودة عندنا لحد وقته قريب كان افلام اسماعيل ياسين ان المريض ده ده مجنون ولما تيجي تعالجه انا مش قصير قزعة ده بيكون نسمعنا في الفيلم وبالتالي يعني ما كانتش عندنا الكادشار او الثقافة دي عشان كده هوت المصري بيميل لجزانة المرض النفسي المصري والعربي ومهم جدا حتى الدكتور العضوي لما يروح لواحد لازم يعرف ظروفه الاجتماعية عشان كده مصر على الفكرة مستحدثة حاجة بالا فترة حلوة قوي اسمها الطبيب الاسرة طبيب الاسرة ده ده مهم جدا لانه مش مجرد قاعد بيكشف عليك في الاعراض الجسدية ده بيسمعك وموجود في الوحدات الصحية بالمناسبة بالمجاني حتى في الاماكن الشعبية الهيلت فاملي بيقعد معاك الدكتور ده يسمع ظروفك الاجتماعية والضغوط النفسية اللي عليك الملابسات اللي عندك حضرتك عندك مشاكل مع أولادك ابنك في الصناوية عامة مش عارت دخله أنا يقول لي لسه منفصل في عثارات مادية بيسمع منك كويس جدا علشان يشوف اللي موجود ده هو عضوي ولا هو منشأه نفسي وبالتالي أخذ معاه أشكال عضوية فبيحولك على عادة نفسية أو بيتعامل معاك في حدود المرض اللي عندك فده مهمة قوي الهالة عن نفسي نفس القصة كل أعراضه تبقى جسدية يعني كل أعراضات القلب السريعة الرعشة تبريئة العين النفس اللي مش قادر يطلع بتبقى مشكلة كيبيرة جدا يعني ربنا يكون في حون اللي عنده هالة عصبي ولكن بعد ما يسمعنا يركز جدا عن اللي احنا بنقوله هيخفل إن ده من ضمن الاضطرابات النفسية اللي استشفاء منها سهل يعني عادي ممكن جدا يخفل منها بكل سهولة وبكل يسر بشرط يعرف حقيقة المرض يعمل بلان لنفسه مهمة قوي ومهمة جدا بقى يتعامل مع الضغوط الاجتماعية يعني أي ضغوط اجتماعية بتاعتريه مايفكرش فيها قوي انت رجل كبير في السن أولادك كلهم اتجوزوا وصفروا برا واستقلوا مايبقاش عندك شعور بالوحدة النفسية يعمل لك هلع اللي انت لما تيجي تقفل على نفسك الباب بالليل يجي لك نفس الاضطرابات ومش قادر تاخد نفسك وانا بموت يا ولاد والحقوني لا ناقش نفسك اننا قضيت رسالتي في الحياة وهم بيعملوا دورة حياة إنسانية زي ما أنا عملتها وبالتالي هبقى سعيد ومبسوط بده واحلم بأحفادهم وأحفادهم وأعزم الولد ولد الولد ده بطرحان بالكلام ده كله ابتدي أوجه تفكيري لحاجة طاقة إيجابية وبعد عن السلبيات اللي ممكن تؤثر ممنوع يا دكتور التعامل مع فكرة المرض النفسي أو الأعراض النفسية على إنها رفاهية خلاص لازم الناس تبقى عارفة ولازم نبقى كلنا وغزين بالنا إن ده شيء قد يؤثر بشدة ويؤدي إلى مرض عضوي طبعا بص حضرتك يعني الإنسان يعني روح وجسد ما أقدرش نتجاهل الجانب النفسي إطلاقا بل بالعكس ده حتى الشعر قالك إيه أقبل على النفس وقتري هواها فأنت بالنفس اللي بالجسم إنسان طبعا فالنفس مهم جدا يعني أنت يخد إبقى لحضرتك ده أنت ممكن تكوني متجوزة وجوزك بيعاني الأمرين يعني منحة المادية ولكن بيقولك كلمة حلوة بتغير الكيمياة كلها أنا في بيوت بروحها بيوت فقيرة يعني ما يش يعني حالها ميسور قوي بس بحس السعادة في جدرانها بالكلمة الطيبة بالتعامل النفسي بالمواد ده والرحمة بعلاقة الوجه للوجه بسلوك الأنسانة فالنحة النفسية دي مهمة جدا هي اللي بتأوي الإنسان والإنسان على فكرة كل ما كان مستمتع بصحة نفسية ويتمتع بصحة نفسية كويسة كل ما كان عنده صلابة نفسية تخلي حتى الأمراض والعضال ما تجلوش لأنه بتأوي جهاز المناعة يعني لأن حتى الأمراض اللي لا براء منها زمان زي الكنسر على سبيل المثال الإنسان لو عنده وعنده دعم من المحطين ده بيأوي عنده الصلابة النفسية فبيرفع من كفاءة جهاز المناعة فبيبقى كرات الدم البيضة عنده بيتم إفرازها بصورة أعلى فتتغلب على المرض تخيالي يعني لو دخلنا التنين عندهم كانسر بيتعالجوا واحد عنده سوشال سابورت واحد ما عندهش اللي عنده دعم نفسي يخف قبل منه ويخف خالص عكس التاني اللي ممكن يجي له انتكاسة فالنحية النفسية مهمة طبعا النحية النفسية مهمة عشان كده برضو احنا ما زلنا بنقول لو انت دكتور أطفال مثلا لازم تراعي ان اللي جايلك ده طفل فتخط كرسي صغير لونه حلو شكله جميل تصيب أركان للعب ما تلبصلوش الندارة وتبقى بقى الأرعب تجاهيم له وعيد له كزا محمود المليجي لا بطفل صغير ويفضل تقعد قدامه ما تقعدش على المكتب ما تبقاش رمز صلطة قريب يعني اه طبعا ولعبه وتدي له حاجة حلو حطه قدام بينك بمبوني ولا حاجة كده جاي ما لتبدأ قاله نحية نفسية مهمة جدا جدا لان دي هي الأساس بتاع الإنسان وبالمناسبة برضو الإنسان المصري والعربي نحية نفسية عنده مهمة جدا والنحية المعنوية مهمة قوي احنا كنا نفتكر الزمان ايان انا من جيل كنا يعني النور يبدل ضارب عندنا ما فيش نور في اسكندرية كلها مثلا ممكن في مصر كلها يجريمون في الأسبوع ولا حاجة نهار ما يجيلنا يعني وكنا الناس كانت فقيرة جدا انما كانت مستمتعة بالحياة لان كان نفسها راضية فالنحية النفسية مهمة تديك حتى شعور بالرضا وشعور بالسعادة اكيد كل شكرا لك دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية نورتان وشرفتان صباح الجميل من غير اي هلا شكرا لك دكتور يا رب